تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب فايف اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعت من حيث أشكال وأفكار المحتوى نادي الشريف النادي اللي صدمنا وخلانا الجميع ندور عليه ونبحث ونكتشف في مشاكل سياسية بمولدوفا ونعرف إنه هذا النادي اللي صدم ريال مدريد عنده تفاصيله تاريخ كبير خلانا ندور وراه ونتعرف عن هذا جديد فكرة القدم لكن هذه المفاجأة الكبيرة الصادم المدوية مش أول مرة عم بتصير مش أول مرة عم بيجي فريق عمرنا ما سمعنا فيه ولا بنعرف شو تاريخه ولا أصله ولا فصله وبيهزم فريق كبير في التاريخ في كثير فرق وبحلقة اليوم حلوقف مع توب فايف منهم فرق صغير ما بتكلم عن فرق كبيرة فاجأتنا يعني ما بتكلم برشلونة بيغلب سان جيرمن ستة أو لبربولي بيعمري منتادة عبرشلونة لا بتكلم عن فرق مغمورة صدمة العالم بإنها آذة فرق كبيرة نبدأ برقم خمسة فريق اسمه روبين كازان جاء في موسم 2009-2010 وبقع بمجموعة فيها برشلونة الله يعينه برشلونة بطل دوري أبطال 2009 واللي بيجي قدامه بروح بنتيجة كبيرة روبين كازان عم بيجي وعم بيلعب بالكامل وفي الجحيم الحقيقي آنذاك كان 100 ألف متفرج ومحهم مدرب اسمه بيبكوارديولا وتشكيلة أساسية على أرض الملعب كانت شابه أن يستوي على التوري في الوسط وأمامهم ميسي وزلاتان وبدرو تشكيلة رهيبة صعب جدا نتخيل أنه روبين كازان يوقف أمامها لكن روبين كازان النادي الروسي اللي كان للعلم بعيش مجده وقته لأنه كان فايز بدوري 2008-2009 لأول مرة في تاريخه طلع أصوله وهو أصله من تترستان طلع أصوله القتالية في ذلك اللقاء وصدم برشلونة وفاز 2-1 فوز مفاجئ في الكامنو فريق ممنعرف وعم يغلب برشلونة 2-1 كثير الجهر وقتها روبين كازان كفريق عنيد فريق مقاتل وعقل أمور برشلونة لمستوى أنه بعد المباراة طلع أقوارديولا وقال أصبحت حسابات مجموعتنا معقدة يجب أن نقاتل كي نتأهل طبعا برشلونة تأهل ووصل نصف النهائي بس أيضا كان في تصريح شهير لأقوارديولا وقتها قال بمباراة اليوم بلغة الإحصائيات لو كانت بكل رياضات الأرض الأخرى كنا حنفوز إلا في رياضة كرت القدم لأن حساباتها مختلفة تماما عن إحصائياتها كازان مش بس صدمنا إحنا كمشجعين صدم مكاتب المراهنات واللي وراها محللين أداءه كل هدول كانوا حاطين نسبة فوز كازان من 1-22 يعني أقل من 5% والروح لرقم 4 هذه المرة مش مع بطل سابق هذه المرة مع بطل مستقبلي باتي بوريسوف فريق بلاروسي عم بواجه بايرم ينخ المرعب السفاح الهجومي وصيف نسخة 2012 المباراة في دور المجموعات من 2012-2013 منطقيا باتي رح يخسر مع بايرم لكن باتي كان عامل شي بشبه لعمله شرف فاز المباراة الأولى الناس ما انتبهت له وهو فعليا فاز المباراة الأولى على ليل الفرنسي بس الناس ما انتبهت له ثم جاءت مباراته مع بايرم ينخ صدمة كبيرة باتي بتقدم بهدفين ثم بايرم بسجل هدف وبيحاول يجيب التعادل لكن باتي بقولهم لا انا حسجل الثالث وبفوز ثلاثة واحد وطبعا ذلك كان اخر فوز لباتي في دور الأبطال بتلك النسخة لانه الاربع مباراة اللي بعدهم خسر لكن الست نقاط اللي اخدهم من ليل ومن بايرم كانت تكفي انه يروح على الدور الأوروبي ويشارك فيه ايضا بايرم ينخ كان وضع تشكيل اساسية يعني في دلك المباراة توني كروس نوير وايضا كان موجود ريبري في ارض الملعب مدرب باتي بعد المباراة سألوا من نجم المباراة قالهم هاد السؤال ما تسألون اياه اليوم الكل النجم مش اللي سجل ولا اللي صنع اليوم الجميع النجم الفريق هو النجم لقد ولدنا تحت نجمة الحظ لذلك انتصرنا اليوم مفاجآت باتي وروبين كزان كانت مفاجآت قليلتي الفائدة على المدى الطويل كلهم طلعوا من الدور الأول لكن في فريق اخذ المفاجآت لمستوى اخر ابويل القبرصي وبنسخة دوري ابطال اوروبا 2011-2012 ما كانت بالمراهنات في بداية دوري الابطال بتقول هذا النادي وين ممكن يوصل وكانت المراهنات على ابويل انه يوصل دور الثمانية من واحد لالف يعني احتمال واحد بالالف انه يوصل تقريبا ابويل بالدور الاول اتأهل من المجموعات الناس مش كتير شافت الموضوع مفاجآة لانه المجموعة ما كانت صعبة بتعرف دائما في دور الابطال في مجموعة من حسها جاي من الدور الاوروبي وحطينها بالغلط في دور الابطال وهذه المجموعة تاعت ابويل هي تلك المجموعة اللي جاي من الدور الاوروبي كان فيها زينة وكان فيها شختار وابورتو يعني مش كتير مفاجئة هدول الفرق بالذبذب وكتير في اوروبا زي ما بنعرف اتأهل ابويل لدور الست عشر وبيلعب مع ليون ليون كان وقتها لسه عنده خبرة اوروبية مستمرة فطبيعي انك تقول شكرا ابويل ممتاز دور الست عشر وليون فريق محظوظ لانه حيتأهل لدور الثمانية وبلقاء الذهب ابويل صمد قاوم لكن لكزيت سجل هدف الفوز لليون بهدف مقابل لاشئ نتيجة مريحة لليون رغم انه هدف واحد لانه صعف تخير انه ابويل يسجل اكثر من هدف في مرمى ليون وفي الاياب وبعد تسع دقائق بس كان ابويل عم بيصطم ليون وعم بيتقدم بهدف وبتعادل واحد واحد وبعدها بيصمد بيقاتل بيدافع وبروع ركلات الترجيح وبفوز اربعة ثلاث في مباراة اهدر فيها لليون ركلات الترجيح باستوس ولا كازيت وكان ابويل عم بيطلع لدور الثمانية وبيحقق انجاز تاريخي طبعا يتوقف له هناك لانه واجه ريال مدريد وقسر بمجموعة المبارتين ثمانية اثنين لكن رغم ذلك ما زالوا اليونانيين ومش بس القبارصة لانهم بيعتبروا ابويل ممثل اليونان في قبرص ما زالوا بيعتبروا انجاز ابويل هذا واحد من اهم الاحداث واعظمها في تاريخهم وبحطوه دائما بالسلسلة اللي بعدو فيها بطل اوروبا 2004 اليونان وبتلقى ابويل طالع بتبتن عندهم بالانجازات التاريخية للكورا اليونانية والروع رقم اثنين موسم 2000-2001 دوري ابطال اوروبا يوفنتوس مدربه انشلوتين مدرب الواعد لكن الشاب انا ذاك فريق حارسه فاندر ساد خط دفاعه في مونتيرو يوليانو زامبروتا خط وسطه في كونتي وفي قدامهم زيدانو ادغار ديفيدز وخط هجومه في دل بيرو انزاقي ودريزيقه صعب جدا تتخيله يطلع بمجموعة بالمتناول مجموعة فيها دي بورتيفو وهامبورغ وبانتينياكوس لكن اليوفي عاش دور مجموعات غريب عجيب بعد اربع مباريات عم بحقق ست نقاط بس فوز وثلاث تعادلات ظروفه معقدة في اوروبا لكن كانت جيدة بشكل عام لانه دي بورتيفو حتى كان مع ست نقاط وهامبورغ مع خمسة وايضا بانتينياكوس مع خمسة يعني مصيرك بايدك يوفي يوفي انصدم وخسر محامبورغ 3-1 في لقاء شهد طرد زين الدين زيدان ثم جاءت المباراة اما بانتينياكوس يوفي بإمكانه للسيد اهل يوفي بإيده التأهل لو قدري فوز على فريق يوناني ما عنده تجربة اوروبية كبيرة لكن الي صار اليوفي نهار في ذلك اللقاء وخسر 3-1 واللي سجل الهدف الاول لبانتينياكوس لعب سابق لليوفي هو باولو سوسا وايضا في ذلك الفريق اليوناني اللي عامل المعجزة واخرج اليوفي وتأهل بداله لدور الستة عشر كان في ثلاث لاعبين من اللاعبين اللي لعبوا مهائي اوروبا 2004 لاحقا وفازوا مع اليونان باللقب وأشهرهم طبعا الحارس نيكوبولايدس البعض بيعتبر اللي حصل في تلك المجموعة مع اليوفي كان ضغط كبير من الإدارة على أنشلوتي عشان الدوري بدنا الدوري بدنا الدوري والرجل كان بدي يحفظ على وظيفته بأي شكل ونتيجة الضغط الكبير عشان الدوري الرجل ما ركز كثير في أوروبا والبعض بيعتبر أنه التشكيلة هذي كانت قوية كثير في مجموعة زهلة ربما تراخت في كل المباريات ما كانت على التعطيمية في المئة لكن أيضا بلا نقاش أنشلوتي مع اليوفي مش هو أنشلوتي تعميلان في أوروبا أنشلوتي مع اليوفي دائما كان مدرب فاقد التوازن مش قادر عيل قد توازن لتلك التشكيلة دائما عنده حسابات ودائما عنده تعقيدات والفريق وصل أنشلوتي وطلع منه بدون ما يكون عنده معادلة قوية دفاعيا وهجوميا ونختم برقم واحد وفي نفس الموسم اللي خرج في اليوفي من دور أبطال أوروبا من دور المجموعات أمام بلتناكوس كانت صدمة أخرى بتعرض لها نادي إيطالي آخر على وهو انتر ميلان القرع بالأدوار الإقصائية المؤهلة لدور المجموعات بتوقع الانتر مع فريق اسمه هيلسنبورغ فريق سويدي مدرب الانتر الخبير الناجح في أوروبا مارتشلو لبيل الفريق في لعبي ممتازين جدا في كل الخطوط زانتتي ولورانبلان وكوردوبا بالدفاع وفي خط الوسط كان عندهم بيرلوسيدور ويوغو بيتشودي بياجو وريكوبا وأيضا في خط الهجوم كان عندهم زامورانو الرهيب ونجم تركيا هاكان سوكر والنجم الأيرلندي روبيكين الفريق كان متخم بالنجوم رونالدو طبعا يعرف كان مصاب بي تلك الفترة جاء لقاء الذهاب المباراة في السويد مايكل هانسون لعب سويدي بيصدم الانتر وبالفوز واحد سفر لفريقه في الدقيقة واحد ثمانين لقاء الإياب الانتر حط كل لعبته على أرض الملعب سيدورف وبيرلو وأي حدا شافوا جنبه اللي بيقلوا انزل ريكوبا زامورانو بدنا نجيب الفوز ننتأهل لكن الفريق السويدي صمد وهيلسنبورغ بيطلع متعادل وصفر سفر وبيتأهل ثاني يوم الصحفة الإيطالية اعتبرت هذه الخروج هي عبارة عن دليل التعالي والتكبر اللي كان عند لعبت الانتر لأنه تسربت أخبار انه لعبت الانتر لما رحوا يلعبوا بهيلسنبورغ كانوا مفاكرين حالهم رحين يلعبوا بالدينمارك مش بالسويد يعني ما غلبوا حالهم يشوفوا مع مين بينهم يلعبوا شو اسم النادي أو يقرأوا عنه شي يعرفوا انه هذا النادي كان لسه عم بعيش فترة جيدة وكان عم بحقق أول دوري في حياته قبلها بسنة لكن في سبب آخر بعد شوي لما هدية الأجواء بلشوا ناس يتكلموا عنه لهذه المفاجأة المدوية الصدمة الكبيرة لتعرضها الانتر واثرت عليه ماليا وربما تكون هي أحد أسباب اجباره على بيع رونالدو بعدها بسنة فقط انه الفريق كان عم بيجي يلعب هذي أول مباراة تقريبا له رسميا في حين الدوري السويدي وقتها كان عم يبدأ بشهر أربعة يعني كان له هلسنبورغ بيلعب أربع شهور يعني لياقته جاهزة الفريق متوازن الفريق عارف حالته كاملة لعيدة الانتر كانوا عم ينزلوا كأنهم بلعبوا أول مباراة في الموسم مباراة استعدادية مباراة باردة مباراة هادئة ونتجيج ذلك كانوا عم يدفعوا الثمن وما بيتأهلوا طب 5 اليوم كانت هدفها تذكرنا بأهم جزء من كرة القدم انه مهما حطينا أوراق وتوقعات وحطينا كرة قدم ومستويات وجودة فراق بتضل كرة القدم قادرة تبتسم بوجه واحد وتصدم الآخرين كلهم وتقولهم كل الخطط خلوها لكم وكل الأفكار والإحصائيات والجودة والكلام اللي بتسمعوه خلوه لكم أنا اليوم جاعة بالي أعمل مفاجأة واللي إلو عندي يتفضل بنوصل هنا نهاية حلقة طب 5 بذكركم تتركوا لايك على الفيديو وتعليق تطلبوا فيه إما حلقة طب 5 أو تحكوا لي رأيكم بحلقة اليوم والسلام عليكم ورحمة الله